بسم الله الرحمن الرحيم ما لك يسأل عن الحكمة من تعدد الزوجات الحكمة لا تقال للموضوع العام وإنما يقال للحكم الشرعي فالحكم مثل هل هو وجوب أو هو جواز أو هو منع فالغالب في أحكام الشريعة أنها تختلف باختلاف ما يقترن بها فمثلا لو رأيت مثلا الزواج ما يقال الحكمة من الزواج لأن الزواج مرة قد يكون حراما إذا كان زواجا بذوات المحارم أو بغيره ومرة قد يكون واجبا لمن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج ومرة يكون مندوبا ومرة يكون مكروها وبالتالي لابد لكل جزئية من إعطاء حكم فيها وهكذا فيما يتعلق بتعدد الزوجات فإنه قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون واجبا قضية الوجوب فيها نادرة جدا لكن الزوجات في تردد الحكم في هذه المسالة ولذلك يمكن أن يُعطى لكل جزئية ما يتعلق بها من الحكمة بَدَلْ أُمْرَحَ ولكن الزوجات في محوال الفعلية لا ي Ner ez Да والمراه اليوم جزئية بها ال oncال يوم وقيством للا يمي بالنوجود وقت brought into الصح filed المخدر الاعترنها وقد يقالت على الرحمة والعVID اشتركوا في القناة